قبل ما نبالش خلال نحكي عن الكنافة انتو كنتو عرفين انو الكنافة ما بتنعمل بالفرن الكنافة بتنعمل عن نار بالقلب الفرق لتحت الجبنة لفوق واول ما تنطبخ بترجع بتنقلب هو اللي قصص بالكنافة منشهنك الكنافة بالبيت غير شي بالمرة هيدا هي الصانية اذا بتنعمل عن نار بدنا نار مدورة بتبرم تم تحترق بولا محال منشان هيك اليوم احنا نستعمل بيركس عادي ازاز تنعمل الكنافة على طريقتنا الكنافة او معمولة خشنة او معمولة ناعمة نحنا بلبنان معرفة ناعمة اللي هي معمولة من سميت واجمالا ممكن ما بتعرفو من كاعدة مكسر رح نعطيها التويس طبعا رح نعطيها الخلطة طبعا رح نعطيها النفس البيت وان شاء الله بتعجبكم الكنافة عطر يقتنا مشوار بيبلش بمطبحنا شو رح نستعمل رح نزدلى للكنافة مسكة زبدة كون فليكس للقرش الغير شكل الخبز اللي رح نستعمله هو الى الفارق فوق هيدا اللي بتشوفو بالكنافة اللي بيعطيها لون لمحمص نوعين جبنة بينتهم موزاريلا بيعطيها المخطة اللذيذة والعكاوي اللي بتعطيها النفس اللبناني سكر حليب سميد اكيد مزهر وموالد كيالله بلا طحنك هلنشغ القلبة رح نبدأ شاولتش بالخبز الخبز كله بفوت بح هيا الله خلاط عن كونية موليناكس بلندر ما نزيد علي الزبدة وبعد شوية الكونفلاكس الخبزة بدنا تحولها تصير شوية متل كعك لتتحمص طوات القرش بالكنافة هيدا الكونسستنسي اللي عايزينا بريد كرونز متل البودرة هلا بيتحمصوا على النار بيعطونا شي غير شكل بدي ارجع رد الخبز زيد عليهم زبدة شوية شوية وخلطهم طي يعشقهم مع بعضهم من بعد ما نخلطهم منيح رح ارجع زيد هلأ كونفلاكس وقبرمهم يعني اقل من عشر ثواني بس طي يرجع يفوتوا ببعضهم كونفلاكس خبز زبدة اوه يطلعشي يا إخواني نطبخ ومندرس كله مع بعضهم تينيما وفروسيكور لا زي لعب اكتش صاروا جاهزين حطنا عجنب منبلش نحضر الجبنة قلب عكاوي كامل رح ابرشو ارجع حطه بالنصفية طي يصفي مويتو بهالوقت نحضر الحليب المسكت دايما بدي سكر ما بحياتهم تطحنوا واحدة لانه بتعلك وبتلزق نجزة سكر شوية تطحن ونجزة نزيد الحليب مزهر موارد سكر وسميد نحطه على النار ونحرك لحليط ما يجمده سكر من بعد ربع ساعة تحريك اسيت صارت شوي مثل الكوسترد صارت جاهزة تمحط عصانية حكاوي موزارلو تحضر المكونات صار وقت التنكيب هنا كما قلنا عنها الخبز مع الزبدة هنا الحليب مع السكر ميلي وهنا نوعين جديد سنبدأ بالدور كما ترى الكنافة بالمحلية بس بالقلب من تحت لفوق سنبدأ أول شيء بالعجينة التي سترى الكنافة التي تعرفوها بس بالقلب من تحت لفوق نغطي فيها كل الصينية خلصت حضرت حلق شاهدتوا كيف قصة سعبت للكاستر اللي عزيت فوق الجبنة أخلطه كثير بسرعة وضغرة ستحطهم في الصينية الريحة بتفتح الشاهية والقبلية ريحة المزهر الموارد الزبدة وضغرة وضغرة تركيبة الكنافة التي ترى دائما بس بالقلب يعني الفرق تحت والجبنة حمينا الفرن لديه 70 هلأ منفوت منطر نصف ساعة وإن شاء الله منأكل شيء غير شكل على الأد هذه كنافتنا خلصت جبنة من فوق فارق منطحت أو خبز محمص كون فليكس يعني بالقلب بس مثل ما بتشوفوها بستريت فود هيدا الكنفة بطريقة اعتيدية كنتو شبتونا أخدت معلقة أو شيء وقصت شقفة وطلعتها عابيننا لعب لعبين ما بعض رح تظبط رح نعيش أصاوه لأول مرة رح نقلبها تنشوزا بيطلع لنا شكل الكنفة اللي معاودين عليها تشوفوها محلته الحلو ببيروت أو محلّة محل بشيل الوسط رح تظبط مابعرف يالا زبطت 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 أولتك دقى دقى زبطت واو واو كنفة 100% هوميد معمولة شكلة مثل ما بكل كنفة بره محمس اوه ماي جود ديقة 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 صار وقت سورة أول شي كنافة غير شكل غير شكل غير شكل لحتى بتاخد العقل المسكة المزهر المورد الجبنة الدايبة تحميصتها ايش 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 يالا صار وقت ندوق بذكر ان هذه الدرسات مش موجودة ولا محلق على الانترنت نحن فبركناها وبنصحكم كلكم تجربوها في عندكم حلين بعدين او قطر يعني ما راح نعلمكم تعملوا قطر شوية سكر ماي مزهر موارد او اجرباتكم فيكم تستعملوا غريب سيرب اللي هو عصير العنب شوية مثل الميبل سيرب الكنداي شوية قطر اوه 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 بتعقد بتعقد شوية قطراتي بالجبنة سويتنس كثير خفيفة كثير لذيذة تقرقش من فوق ولا ألز من هيك اوه اوه يعني حسيت حالي ظهرت من البيت نزلت عصيدة برامت بالشوية القديمة طلعت عطرابوس أكلت حلو وأنا وبعدني بالبيت رسات كوبي بيست مثل ما فيكم تكلوها بره بعد أحسن أغنى وما راح قول بعد قطيب كمان 100% هوميت فيها نفس فيها حب يعني ربعتزي مش راح بحكي عن أكلاتي بس انو عندها الاحساس حب حسسو امبراسيف موسيقى موسيقى